السلام عليكم نبدأ قولي بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله ان شاء الله هاد الفيديو يخيتي يلقاكم كامل بخير ومهنين وبصحة جيدة كما راكوا تشوفوا في الفيديو يخيتي راح نتقاسم معكم طريقتي في اعداد المبرجة كما يقولونها ناس الشرق او كما نقولوا احنا سالناس العاصمة نقولونها المتقبة بالغرس هاد الأكلة هادي نجمونس قهوة بها نجموتانيك ناكلوها بالبن اوكلة بنينة وكذلك الغزيستانس تشد الجوع ومقوية كذلك كما نعرفوا التمر فيه فوائد بزاف على هدا سالة ساعة وخاصة في فصل الرابع اخيتي نحضروا هاد الوصفة نقدروا لهاد الأوكلة نقدروا نخرجوها معنا كروحوا نحوسوا مع الدلاري المهم اليوم هنحضر معكم هاد الوصفة وطريقة ناجحة رايحين يستفادوا منها بنيتنا ان شاء الله ويقولوا يحضروها وينجحوا فيها اول حاجة اخيتي هنا عندي تلت كيلة تاع سميد موايا هاي ليك كي ما راكوا تشوفوها وليك سميد موايا خيتي نديروا تلت كيلة كي ما راكتكم تاع سميد موايا الكل كيلة ندير فيها ملعقة تاع قهوة تاع الملح وهنا الملح خيتي حسب الكيلة تاع السميد كي تكون كيلة صغيرة تاع السميد نقصوا في الملح طبعا نفس الكيلة اللي كيلت بها نكيل بها عبار تعليدة موش فيه فيه خالة ما بين السمن والماركارين نفس الشي نفس الكيلة 3 كلات من ماركارين ونكمل لكل كلاة ضعزاز الزيت و92 كلاbye سميد. هايليك نعود لكم خياتي تلت كيلة تع سميد موايا بكيلة تعيدام فيها خالية تع سمن ومارغارين ونكملو حوالي اصبع تع الزيت بصح الكيلة ما نفيدوهاش. هايليك ان ندير هديك الكيلة تع السمن مع هدوك تلت كيلة تع سميد موايا ونبس سلع جين تعيه هايليك نبسو حتيت يشرب هدك السميد كامل هدك ليدا. اهلان يكون عند هالوقت خياتي تخليه تبسس هده السميد التحه وتخليه تريحته تخدم شغوله وتعود تولي له رايح يبمد هدك سميدي ولي بنين اكتر خياتي وراح يشرب هدك ليدام ولا تقدروا كيما درتانا بسست هدك سميد باليدام ونفس الكيلة لي كيلت بها سميد ولي دام نديرها كيلة تع ما ما من افضل يكون دافئ هايليك ونبدا نبل في العجين التاعي بلا ما نعجنوها خياتي كيما را كنت شوفوا راني غير ندخل لها في الم فقط اهنا تاخد لي حوالي كيلة تعلمة وانتو ما حسب السميد التاعكم اذا كين سميد لي يشرب كين سميد لي ما يشرب سميد هذا اللي استعملتون اياه هو سميد مولى متوسط خياتي ننصحكم به اه سميد نوعية مليحة هايليك كيما را كنت شوفوا دخلت هذي كمية تعلمة اهنا ادت لي كيلة تعلمة نفس الكيلة اللي استعملتها في السميد هي نفسها تعلي دام وهي نفسها تعلمة هايليك هنا خياتي تباني لكم شوية جليا ولكن لا لا هذا هو القوام بتاعنا بتاعها تعال عجينة اللي نسحقوها كيما شتوا مع جنتها شلميت فقط دخلت الماء وهنا نعمل كويرات انا على كل حس استعملت كمية كبيرة انتو ما استعملوا وخاصة المبتدئة مبتدئة تعفون استعملوا كمية صغيرة فقط وكنت تجربوها عدة مرات وتنجحوا فيها كبروا الكمية ملاحظة خياتي رايحت ضاين معكم كسرة بالغرس تشد لكم حتى العشر ايام خياتي ما تفسد ما يصرى لها والو هايليك تقدوا تستعملوا كمية كبيرة وتخلوها تاكلوها بالصحة ولهنا ان شاء الله هنا كم اشتدرت كويرات وخليتهم بجيه وراحت باش نحضر الغرس هنا عندي كمية من الغرس نقيتو فورتو عبر ما طرالي وهنا نضيف له كمية من الزيت وندخل هذيك الزيت غير بالعقل في الغرس حتى تولي لي طرية هايليك ولي ما يحبش يستعمل الزيت يستعمل لا مارغارين نفس الشيخياتي ليسانسيال حاجة ولا مادة دسيمة باش هذك الغرس يولي لنا طري وندخل كما كنتشوفو هذك الزيت حتى نتحصل على الغرس تعنا يكون الطري وارطب وممكن ناكلوه في المتقبة ولا في المبرجة تعنا رايح يكون الطري في في الأكل دياله هايليك وهنا نروحو طريقة تشكيل المبرجة تعنا اول حاجة خياتي نستعينو بكيس راح يساعدنا بزاف الخدمة ولي تحب تستعمل بابي كويسون تستعمل بابي كويسون كما جتو حطيت الكويرا الأولى تعال العجين ومهم جدنا خياتي تسوولها الحواف الحواش تحاول الحواف تحا ما نخلوه مش هكاك مشقوقين لازم نسويها باش تجينا خبزة تعنا الشابة هايليك كما راكوا تشوفو هنا ما نحلها شبزاف نحلها شوية فقط من جهة واحد اخرى حلت العجينة تعال الغرس كذلك نفس الشي السمك التحا فقط يكون كما نقولو العجينة الأولى فيها حوالي واحدة ونصف سنتيمة أما الغرس يكون حوالي سبعة ميليمتر إلى تمانية مم با ان سنتيمتر هايليك باش ما يجيناش الغرس لداخل الخشين بزاف ونحط هذيك الدائرة تعال الغرس فوق الدائرة تعال العجين ونخلي حوالي ليس باس تاع واحد سنتيمة في الجوانب وهنا نفس الشي كما حلت العجينة اللولى حلت العجينة التانية حوالي واحدون السنتيمة ونحطها فوق هذيك الدائرة تعال الغرس وهنا نبدأ نغلق في الحواش ولا الحواف تاع العجينة تاعي وهنا غير بيدنا فقط نبدأ ونمشو العجينة تاعنا هاليك باش نتأكدوا بالليك الغرص راه وتوزع على كامل الخبزة تاعنا وهنا بالاستعانة بالحلال نعاود نحل العجينة باش فقط نغطي هادوك المارات ولا اللي تخاص تاع الايا دي تاعنا وهنا خياتي عندي هاد الشاريط اللي فيه حوالي ستة سنتيمات راح نخدم به راح يساعدني في الخدمة باش الحبة تاع المبرجة تعنا يجونا كامل بنفس المقياس عايلي نقطع شرائح بالطول ونبعد نعكس ندير كيما شغل مقروطات عايليك هنا خياتي كيما قلت لكم هنا فيه ستة سنتيمات اذا حبيتوا حبة تاع مبرجة تعكم صغيرة اكتر تنقصوا ولا حبيتوها كبيرة اكتر تزيدوا لكن هذا هو المقياس الميتالي راح اجيكم الحبة تاعكم متحوفة اهنا بالنسبة للحواشي هادو ما اللي قعدونا ولا الزوائد خياتي ما راح ينحلهم الغرص ما نعاودون شكلهم كيما راهم راح نعاودون ريكيبيريهم ونعاودون رجعهم حبة هما كذلك دقنوا للكم كيفاش نديرهم اما بالنسبة للحبة تاع المتقبة هايلي كيفاش والحبة تاع المبرجة تعنا هايلي كيفاش تحصلنا اليها شوفوا الكيل تعلاجين كيفاش باب ومتوازي ولا متساوي الفوقاني والتحتاني تبعوا برك الخطوات خياتي ورايحين تنتحو بيها اهنا نسوي لها الجواني بتاحها باستعمالها كوبات ونكون مسخنا طاجين على درجة حرارة متوسطة ما تقولوا شلنار خياتي باش طيبلكم احتر الداخل اهنا بعد ما طيبنا على وجه الاول نقلبوها ونكملون طيبوها على الجنب التاني تاحها برك خياتي ما تقولها شلنار خلو النار تاعكم متوسطة هايلي كامل مراحل خياتي ان شاء الله تجربوها وتنتحو فيها خاصة لبنيةنا ان شاء الله اهنا خياتي نروحول هادوك الحواشي ولا الزوائد اللي قاعدونا من نخسرهم ما نعاودو نحلوهم اه شوفوا خياتي طريقة كيفاش اه باستعمال الماء فقط الماء هنا راح يكون دور تاعوكا انكول ولا كلاسق للعجينة تاعنا راح ينديرو شوية ما في الطرف ونعاودو للسقو جنب مع جنب والطرف مع طرف وهنا عاودنا روكي بيرينا واتحصلنا على حبة اه تاع المبرجة مندارة وجديد هايليك انا الخبز اللولة خياتي قطعوا لحلناها شكل دائري اما هادي درتها بشكل مربع او مستطيل وانتو ما خياتي اعتمدوا طريقة تساعدكم نفس الشي قطعت شرائط بالطول ومن بعد نعكس هاداك الشارط وندير دي لوزنج ولا مقروطات وانتو ما خياتي اعتمدوا طريقة لتساعدكم ولا تناسبكم اهنا خياتي لحقنا نهاية الفيديو هايليك المبرجة تاعنا بشكلها النهائي شوفوا الحبة الكامل جونا مستويين على قيس واحد ان شاء الله تعتمدوا هادا الطريقة خياتي وبنياتي جربوها اكيد راح تنجحوا فيها من اول تجربة مبقى لغنقلكم خياتي في الاخير دمتم في رعاية الله وحبته ومع السلامة ومزيد من الوصفات بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة